اشتركوا في القناة قليل السحب الى سافي في كامل الجيهة الليل ان شاء الله توقعوا التقس يكون قليل السحب الريح تكون من القطاع الشرقي البحر مضترب الى قليل افتراب ودرجة الحرارة تكون متراوحة بين 25 و 29 درجة في الشمال والوسط بين 32 و 36 درجة في الجنوب نتعدلوا الغدوة غدوة توقعوا التقس بشي يكون قليل السحب ثم بعض السحب بعض الظهر تكون مسحوبة برياح الشيلي درجة الحرارة نشوفها مع بعضنا غدا في قليبيا 28 درجة 33 في نابل 31 في تونس اقصى شمال بنزار 32 37 في باجة 29 في تبارقة جندوبة في حدود 38 الكيف 37 والتالة 37 مع بعض السحب 38 في سليانة الزغوان 36 مدن السحيلية السوسة والمناستير 29 درجة المادية 28 34 في كلمنس في قص وقرقنا القيروان تكون في حدود 36 درجة أعلى شوية في سيدي بوزيد 43 درجة القاسرين 41 44 بقفصة أعلى في توزر 47 درجة 37 في كبس و48 في كبلي في مناطق الجنوب الشرقي يوم الغد جزيرة جربة تكون في حدود 34 درجة أعلى شوية في مدنين 39 و44 بتاتوين و47 فيرميد بالنسبة للملاحة والصيد البحري غدا في منطقة السيرات وخليج تونس ريح تكون من القطاع الغربي في منطقة السيرات سرعتها من 10 إلى 20 عقدة تتقوى بعد الظهر من 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون قليل الثراب إلى مثرب سرعة الريح في خليج تونس تكون من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون قليل الثراب في سواحلنا الشرقية ومنطقة خليج جبس الريح عامة تكون شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون متموج بالنسبة لدرجة الحرارة في بعض المدن العربية والأجنبية غدا في نوكشات سماء صافية 38 درجة سحب دلبيضاء 24 30 برج زئر 38 لتراب الأسماعة سماء صافية حرارة عالية بالخرطوم 42 درجة 37 في القاهرة بقاعة المقدسة مدينة مناورة 46 مكة المكرمة 46 أيضا مسقط 38 37 بأبوظبي 43 بالدوحة 45 بالكويت 46 في بغداد سماء صافية في دمشق 39 درجة بيرود 28 قدس الشريف 31 أبعد شوية في أوروبا إسطنبول بعض الصحب 27 درجة فيانا تكون في حدود 25 روما 32 لندن 28 درجة 26 بامستردام 29 في بريكسل أقل شوية مع الصحب في بيرلين 23 درجة بيريز 31 وفي شبل جزيرة إبيلية 29 بمدريد و23 في لشبونة مع بعض الصحب العابرة بالنسبة تطورات الجوية الأيام القليلة القادمة يوم الثلاثين إن شاء الله تقس قليل الصحب في أغلب الجيات ريح من القطاع الشمالي في الشمال والوسط من القطاع الشرقي في الجنوب البحر مثرب إلى قليل اثراب في كافة المجالات ودرجة الحرارة تكون متراحة بين 29 و34 درجة في الشمال مناطق صحيلايا والوسط من 34 إلى 40 درجة في بقية الجيات وتبلغ الـ 45 درجة في أغسى الجنوب نتعدى اليوم الأربعاء حيث السماء ستكون صافية في الشمال قليل الصحب في الوسط والجنوب ريحة متن بشتكون من القطاع الجنوب الشرقي البحر في الشمال والوسط يكون قليل اثراب إلى مضطرب قليل اثراب في الجنوب ودرجة الحرارة في ارتفاع قفيف أوقات سروق والغروب الشروق يكون على الساعة الخامسة والأربع دقائق والغروب على الساعة السابعة و43 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات تجمع التصلبين على رقم موزع صوتي 884040 تخليوا إرسالات قصيرة أيضاً نزولونا على موقع الواب www.meteo.in نوفيب أوقات الصلاة اليوم الغد الصبح يكون على الساعة 13 دقيقة ظهر منتصف النهار و30 دقيقة العصر على الساعة الرابعة و15 دقيقة المغرب على الساعة السابعة و45 دقيقة والعيشاء على الساعة التاسعة و34 دقيقة عزيزي المشاهدين شكراً وحسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء